اشتركوا في القناة وعيدا من كل اولويات المحاور الاقليمية المؤثرة والمحركة له لبنان في اسفل اولويات اي حوار اقليمي اقليمي او اقليمي دولي وبالتالي طالما ان السياسيين في لبنان عاجزون عن الاتفاق على الامور السياسية الاساسية في مقدمها رئاسة الجمهورية وصولا الى الامور الحياتية اهمها سلسلة الرتب والرواتب يستمر الشلل على كل المستويات ورتابة المشهد يخرقها ما يسمى حوار اكان بين حزب الله وتيار المستقبل او بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وهنا ماذا عن الحوار في البيت المسيحي ما هو موقف حلفاء الطرفين منه هل سيبقى في الشكل ماذا عن العلاقة بين الحلفاء المسيحيين انفسهم كل هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة نطرحها على القيادة في تيار المردة الاساس شكيب خوري اهلا وسهلا بحلقتنا لليوم يعني عنا هيك حلقة دسمي ودسمي مسيحيا بشكل محدد بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا للتبين على التمديد للقاضي الامنيين تحديدا بمؤسسة العسكرية ولكن بداية بدنا نشوف حال الطرقات مثل كل يوم اليوم مع التأس يعني الماطر نوعا ما في عنا طريق جوني بالتجاه بيروت عجل تصير مثل كل يوم عكل حال أكان في صحه أو لا عم بتوقف الكاميرا لا أكتر شوي الصربة كمان فيه ازدحام ولكن بالتجاه الشمال تصير سالك كالعادي منقرب على الدورة بالاتجاهين الحركة ناشطة ما فيه ازدحام بعدنا على الدورة تحت الجسر على الدوار في عجل تصير شوي حبين اليوم أفرشيكم التفاصيل المملة لحالة طرقات الطريق باتجاه الكارانتينة ما فيه عجل تصير بس مبين أنه طلع من بيروت باتجاه الشمال فيه اقبيل منقرب على تمثال المغترب على المرفق بالاتجاهين الحركة جيدة شعر الحلو يبدو فيه ازدحام يمكن باتجاه الحمرة أكتر أو ازقاء البلاط من الاتجاه المعاكس على الجسر ساحة ساسين حركة ناشطة كالمعتاد نروح لشارع الحمرة النس بعدها مرتاحة اخدي وقتها عم تشرب قهوة كورنيش المزرعة فيه حركة سير ناشطة عجل شوي على التقاطع وإشارة السير طريق المطار طريق المطار كمان حركة ناشطة فوق التونيل باتجاه قلب العاصمة ولكن باتجاه الجنوب الحركة مثل العادة سالكة ما عنا اليوم يمكن صيدة بس دايما الجنوب هيك قلبه نابد بيضل نابد هيدا تعصوا بجنوبه بحقلك بحقلك أهلا سهلا فيك أهلا فيك هل سيبقى الحوار المسيحي المسيحي فقط هيك لحفظ ماء الوجه لأنه شارع المسيحي يمكن بلش يحرج قياداته قياداته خاصة أنه استطلاعات الرأي بتفرجي أنه المسيحيين مثل أنه رح يزهقوا شوي منكم يعني إذا بتسمحين عملوا لأنا نضع الشيء لا وليهمي لا لا شك أنه الحوار هو مطلب لكل الأفريقاء إن كان حوار بين التيار المستقبل وبين حزب الله أما كان حوار مسيحي مسيحي بالآخر أدر الليبنينيين هو الحوار يعني ما فيك تطلع منه بالآخر عايشين كلنا بفرد بلد عنا مستقبل واحد عنا هدف واحد من الضروري أنه الأفريقاء سياسيين قد ما تختلف بالسياسي وقد ما تبعد بالسياسي بالآخر بدك تعدى بدك تعدى حول طاولة مستديرة ودك تتفقع على كل الأمور نعم هلأ الحوار المسيحي المسيحي ما فيك إلا ما تشجعي يعني حوار حوار التار الوطني الحر وحوار القوات اللبنينية ما فيك إلا ما تشجعي وتحطي إيدك بإيدونه خصوصة أنه ستنادة بتعرفي أنه الفريقين جيين من نزاع عمره 30 سنة ونزاع مش بس بالسياسة يعني نزاع كان فيه أساوي فيه دم فيه حروب بيانتون من الضروري بيانتون وبيانتكن كمان يعني ما في حدا بين المسيحيين مزبوط ليش أنتوا براتوا لا بس أنا هون عم بحكي على 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 المكوينين الأساسي صح 89-89 89-89 هاللي من بعده إجاء اتفاق الطائف واللي فتنا بحقبة سياسية جديدة فجلوس التوارواتين الحروة القوات اللبنانية ضروري أكيد هلأ بتقولي لي تطولوا بلش تزهق العالم أنه بدوني نعطى كمانا شوية وقت تنوصل لنتيج محددة هلأ حوار للحوار هو بالشكل بالشكل إيجابي بيطمن بيريح الشارع بيريح الساحة المسيحية لأنه بالآخر الساحة المسيحية أكبر مننا كلنا والوضع المسيحي أكبر مننا كلنا والمصلحة المسيحية أكبر مننا كلنا وهنا عم بحكي أنا على الأفريقاء المسيحيين الأساسيين بالبلد هلأ بس في شغلة ما بنا ننسيها أنه الحوار اللي بلش بين الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية انطلق من الفراغ برئاسة الجمهورية يعني مفروض مفروض ومن المنطق أنه تعطي نتيجة هذا الحوار نقول أنه تعطي نتيجة تقدير توصل لتسمية رئيس جمهورية لتنسدها الفراغ بالرئاسة وهو بالآخر أحدا من الطرفين عم بيحكي وتحديدا يعني القوات اللبنانية عم بيحكي أنه نحن رح نوصل نتفق على رئيس نعم أقله أكان يعني إن كان الدكتور جعجع هو الرئيس أو العماد بيشيل عون يمكن ممكن نتوافق على شخص ثالث يعني الواحد عم بيلقضينته من الميلة الثانية وفوق هيدا وكله يعني مثل كأنه تقطيع وقت وأنه ما في نتيجة يعني معروفة يعني ماتت قبل ما تولد خليني أقولك أنا نحن كمردة نحن بالنسبة لألنا الحوار طيعت نتيجة دكتور جعجع بده يسمي العماد بيشيل عون لرئاسة الجمهورية بالنسبة لألنا نحن كمردة هلأ هلأ بالنسبة لأربع عشر أدار أو بالنسبة للقوات اللبنانية طيعت نتيجة بدك تسمي الدكتور سامير جعجع رئيس جمهورية بس هاشي يمكن ما يقبلوا الكتائب لأنه رئيس الجمهورية كان يعترض ماعتبر أنه فيهم يتحدوا بعضهم جنرال عون ودكتور سامير راجع بالمجلس اليابي ويلقوا الآخرين لا ما حدا نحن بالنسبة لألنا ما حدا يلغينا لأن الوزير الفرنجية ليس مرشح على رئيس الجمهورية الوزير الفرنجية بالنسبة لألنا عماد بيشيل عون هو المرشح الأقوى والأوفر حظا والأكثر حضور وأكثر شعبية من حقه الطبيع أن يكون هو رئيس الجمهورية فبالنسبة لألنا كماردة نحن ما عم نتطلع بالموضوع كألغة لألنا وتاني الشي موضوع الألغة لا أحد يلغي الثاني في لبنان يعني كل واحد نحن أحكيك عن طيار الماردة بالآخر نحن عنا حضورنا السياسي عنا تاريخنا السياسي السياسي عنا هويتنا عنا مواقفنا يعني وما حدا في لغينا وما حدا في حدد لنا حجمنا هذا من ميلي ثاني ميلي بالآخر بدو يوصل محل مثل ما بلش الحوار بين تاروطن الحر والمستقبل أحسك حزب الله لا بين تاروطن الحر والمستقبل من ست شهر من ست شهر من ست شهر من ست شهر ومن ست شهر لعماد ميشيل عون أنه ليس لحنا نحن نمشي فيك رئيس جمهورية ما عد في استهلاك للوقت يعني ما عد في استهلاك وقت مفاوضات وورقة رايحة وورقة جاية وإعلان نوية وبنو ووقف الآن العلاقة بعدها كتير منيحة والعلاقة بعدها وعلاقة بعدها إيجابية ومفروض الضل إيجابية اللي عم بالآخر قلتلك التواصل الأساسي بين كل الأفريقاء الآن الحوار بين القوات اللبنينية والطيارة الوطنية الحر بدو توصل لمحل ما فيك ضل تستهلك الوقت مثل ما قلت أنت كمانا الموضوع يمكن بمرحلة معينة يمكن يعمل إحباط للشارع المسيحي هلأ بدو يوصل المحل الدكتور جعجع بدو يقتنع بدو يقتنع بدو يطلع من الشخصانية تبعه ويقول أنه يا عمي نحنا يمكن ما فينا نتفق على رئيس أوكي بس ينا نتفق على مواصفات الرئيس مواصفات الرئيس حكينا فيها كذا مرة على الإعلام هو الرئيس هو الرئيس الأول الرئيس في حيور كله الأفريقاء الرئيس اللي في يجمع اللي في يمثل اللي عنده حيثية بيئته وأكيد الأصل الجمهورية مضبوط عندها خصوصية مسيحية بس عندها طابع وطني كمان أنت بتجيب رئيس الجمهورية منفتة على الكل والكل بيقبل فيه هلأ هالمواصفات عمين حاليا إذا بتعملي جار ده عمين بتتطبق بين عماد عون والدكتور جعجع قلت لك نحنا كالوزير الفرنجية نحنا مش مرشاحين على الأصل الجمهورية حتى الآن فالموضوع هالمواصفات اللي قلت لك عنها بتطبق على العماد من شاء العون يعني جيت أنت شو عملت جيت أنت حطيت مواصفات الرئيس حطيت مثل بنشمارك ما بقى فيك تنزلي عنه صرت أنت تجاه تجاه حلفائك أما تجاه شركائك بالوطن بالوطن قلت له نحنا مواصفة الرئيس هذه بدا تكون حتى بحيالة تسوي بكرة إكليمية بدا تجي صرت أنت ممر إلزام اللي حيالة تسوي مبقى فيه ويفردوا عليك يا رئيس وهذا رئيس التوافق بعد فترة الرئيس ميشيل سليمان كانت تجربة فاشلة وأسقطت كل حظوظ التوافكيين يعني الدكتور جعج إذا اليوم بيقبل بالعماد ميشيل عون يمكن ما الدورة يكون هو عنده الحظ يعني بيكون فتح حظ لحاله يمكن هو الدورة الجاي فيه انتخابات عنده الشعبية الأكبر بيكون حط مواصفة تطابق على المرة تاني يمكن لا انتو اذا بالمرة جاية تطابق المواصفة على الدكتور راجع اذا قبل بالعماد ميشيل عون انه انا بأكد لك لانه نحن كصحفي مش بس نقوم بالستوديو بننزل على الأرض ما حدا من المسيحيين هلأ اذا بيسمعوا القاضي المسيحيين لرأي الشرع ما حدا المسيحيين صار عم بيأمن باللي عم بيصير على مستوى اي حوار ويمكن اكتر حدا عم بيعمل جهد انه ملحي مرياش وبرا يمكن مثل من قال عنهم كأنتحاريين اتنين عم بيجربو كميكاز عم بيجربو يعملوا خرق مشكورين يعني باسم الرأي اللي عمل مسيحي صح بس اذا الدكتور جعج هتنقول التائبل هلأ بالعماد بيشال عون هل سيقبل حلفاء الدكتور جعج بالعماد بيشال عون اكان المسيحيين ب14 قدار المستقلين حزب الكتائب الاحرار اكان تيار المستقبل اللي قاله للجنرال عون نحن ما بنمش فيك كرئيس بس كمان قاله شغلتين الرئيس سعد الحريري انه تفقوا بين بعضكم كمسيحيين عزيم نحن بالأول كان الفريق 14 قدار شو عم بيقول عم بيقول انه حزب الله ما بده العماد ميشال عون رئيس جمهورية ولا بيسمي بسمي علنا وصار مرشح الوحيد كل ما حدا بيجي بفتح حزب الله بالموضوع بيقلهم الطريق الى الرابية بتكون تحكم بالرئاسة تحكم مع العماد ميشال عون مش بتحكم مع العماد ميشال عون حتى تتفق مع حدا ثالث بتحكم مع عماد ميشال عون لان هو المرشح مرشح حزب الله ومرشح فريق 8 قدار هذا من ميلة حلفاء عماد ميشال عون من ثاني ميل الدكتور جعجع يمشي بالعماد ميشال عون خليه يحشر حلفاء وما هني قالوا حلفاء كم من الرئيس سعد الحريري قال قال اتفقوا قالوا بلغوا للعماد ميشال عون اتفق ونحن ونحن بنمشي وراكم خلينا اتنين نحشر حلفاء قدام الاعلام وقدام الشعب الليبناني والرأي العام ونحشر حلفاء وقتا يتفقوا المسيحية على موضوع بيمشوا معنا اما لا اختبار مهم للكل واختبار للشراكة واختبار العيش المشترك واختبار للتفاهم لهواجز المسيحيين اللي بالآخر بالآخر شراكة حقيقية وشراكة بالقرار بالآخر ما بديك هون انت كمان ديكور على قطو انت بديك مشارك معك بالقرار على كل المستويات مضبوط اما لا ليه برئاس الحكومة ما منقبل الا الاقوى بطيفته ومجلس النواب ما منقبل الا الاقوى بطيفته وقتا بتجي على الدول المسيحي بتتعاملي معا كتفليسة كيف سير بنا نفتش كيف بنا نجيب حدا وهذا الطائف اللي كل شاركوا فيه باستثناء العماد عون يعني انتو شاركتو دكتور راجع شارك وكل القوى المسيحية شاركت بي الطائف باستثناء جنرالهم وقتا صرنا 2015 ما حددارهم عقيدهم للمسيحيين يشيلوا صلاحية رئاس الجمهورية ويعطوا القوة الوحيد لضامن للمسيحيين بالبلد بس كمان بزيت الوقت وقتا انت بتشتركي بانتخابات 2005 و2009 وكمان اعترفت بالطائف مزبوط اما لا فهذا موضوع قديم خلينا نحن نصرنا بسنة 2015 ما هيك هلا نحن عنا حظ المسيحية عنا شانس المسيحية نقدر 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 على القليلة على القليلة نعطل مجيء رئيس جمهورية توافؤة اما وسطة رح نفوت نرجع بالتفرسي انا بركز على وسطة التوافؤة لانو عماد مشان العون كمان توافؤة كمان مشان نبقى نحدد يعني هايدا حمالت كتير هيك اوجه مثلا بقولوا التوافؤة هو لغة العربية صح فيها كتير تسياتي على قولة الرئيس بالرئيس يعني مطاطة مطاطة بس اذا قبلتوا انتو اذا قبل دكتور جعجع بيه جنرال عون رئيس الجمهورية نعم طب بعدين بدورة جاية انتو كالتيار مرادة يلي في بيناتكن انتو الوات اللبنانية كمان دم بتقبلوا بالدكتور جعجع رئيس الجمهورية خلفكم حلفائكم حزب الله حركة امال هلا بخصوص الدم نحن وقته اللبنانية يعني انت بتعرف كل اللبنانيين ما اثروا ببعضهم يعني بس كمان يعني بتقبلوا فيه للدكتور جعجع رئيس الجمهورية خلينا اللي كوشي بقصة الدم خلينا بضحها حتى ما تعلق براس الرأي العام نحن بـ 88 وتترشح الرئيس فرنجي مرتين انتخابية الرئاسة مشهورة جملته عف الله عما مضى وما كان عبناء والرئيس فرنجي عف الله عما مضى يعني عف الله على التاريخ الأسود نحن فريق من المسيحين والدم اللي صار بينتنا لأنه في مصلحة لبنان ومشهور بجملته الرئيس فرنجي وطني دائما على حق هايدي شغلة الشغلة التانية نحن الوزير الفرنجي بتتذكر يا حضرتك وقت اطلع الدكتور جعجع عمنا الحبس كان أول من تنفلو على المطار هايدي مبادرة ومبادرة مش هيني مبادرة كبيرة كتير بل وراء لكل لألفين وخمسة لأهل لأحشر سنين بلا بعدين وقتا وقتا بيقبل وزير الفرنجي يطلع يجتمع بالدكتور جعجع ببكركي وبيسلم عليه معناتها بالنسبة لأوله للوزير الفرنجي حقبة الماضي نسيناها سمحنا منسينا عفوا سمحنا بعدين نحن على الأرض وعلى الأراضي المشتركة نحن والقوات اللبنينية صار في تنفيس للاحتقان كتير كبير ما في مشاكل على الأرض أبدا وانت حضرتك من الصحفية بيكونوا موجودين على الأرض وكتير نشيطة يعني كل يوم نشوفيك محل وتتابع أمور كتير دقيقة بعتقد بجوليتك العبتة عملية ولا مرة طلعت غطيتي مؤخرا المشكل بين القوات اللبنينية والمرضة اللي كان يصير فيه مشاكل قبل بتاخد قرار على مستوى الإيادة أنه تقليف لجنة لحل هذه الأمور وحلت كتير أمور هلأ نحن وليت اللبنينية حتى تكون واضح مختلفين 29% على كل شيء استراتيجي على كل الأمور على كل الأمور استراتيجية بس نحن نتعاطى معهم ضمن سوبتنا وضمن أناعاتنا بس بالآخر في شهر حق بالاختلاف هيدا يعني حق بالاختلاف حتى كمان صار فيه اتفاق صار فيه اتفاق أنه التجريح الشخصي والهجوم الشخصي طلعنا منه تنيناتنا وانتي حتى عابط لحزة الكادريات عابطت لعلى الإعلام عابيكون فيه التجريح من المجد بس للسؤال فأنا بدي أكمل معك بالتحليل هيدا دكتور راجع رئيسا للجمهورية أنا خليني أقولك أنا كما أردأ القوات اللبنية خصمي بالسياسة بكرة بكرة بتغير رأيها بتجي على الخط السياسي تبعنا أهلا وسهلا كل شي هي موجودة بموقع سياسي معين ونحن بموقع سياسي معين لا أنا فيني أقولك نحن بالانتخابات الجي بنعمل كل شي طيب نوصل للدكتور جعجع بس في حال وصل للدكتور جعجع وصار فيه عنده أكترين يبي معه نحن نحن نؤمن بالديمقراطية بنتعاطى معه كرئيه جمهورية يعني بالآخر ما فيك تنكر أنه بمثل على الشارع المسيحي وإذا وصل الدكتور جعجع على رئاسة الجمهورية أنا بقولك بكل صراحة رئيه جمهورية بمثل بعدين كيف بيصير التعاطي بيصير بالأطعى يعني مرحلة وراء ملحلة وشوف الأمور كيف تتطور بس تسأليني أنا لحساعده تيوصل أكيد لا بيغير بيجي على موقعنا السياسي على حلفنا حتى لو جنرال عون قال أنه بيمشي فيه دايك خليني أقولك وتكون كتير صريح معيك وما ألبس كفوف بإيدي نحن ملتزمين المارضة والوزير السلامية فرنجي ملتزم حتى النهاية حتى الرمق الأخير وفقط ميشيل عون يعني ميشيل عون يسمي فقط ميشيل عون نحن مش ملتزمين بأي شخص بيتفق عليه العماد عون والدكتور جعجح يعني إذا جنرال عون نسحب من اللعبة بيصير سلامين فرنجي حكمة مرشح طبيعي وغير قبل للنقاش طبيعي لأنه عنده كل المؤهلات باعتقد يعني وفيك تعرف من الأحصاء التي تطلع وآخر أحصاء وسلامين فرنجي محفظ القاب غير مرشح غير مرشح ميشيل عون وبعده القوات اللبنانية هلأ كسلامين فرنجي ومرشح طبيعي طبيعي ما فيه يعني أمر مفرغ منه عم بيناحكي عن القيادات الأربع اللي نجمع عيت بيبكر بس مجرد مع يعني نحكى وقته صار فيها المبادرات بين جنرال عون وبين الدكتور جعجع وعزموا بعض أنه ينزلوا على المجلس النواب وتصير المباراة مفتوحة بيناتهم يمكن بس كيفي تحفظ وقته من نتذكر من الكتائب على هالموضوع أنتوا كنتوا بتقبلوا الكتائب قالوا ما فينا نختصر القادة الموارنة بشخصين وما فيك تلغيهم وما فيك يعني تعتبر تتخطى رأيهم أنتوا كنتوا بتمشوا وراء جنرال عون إذا بتكون المنافسة بينه وبين الدكتور جعجع يمكن يكون فيها خطورة بمجلس النواب يمكن وليد جملاتي يصب بخانة الدكتور جعجع نحنا بوقتها نحنا بوقتها بموضوع رد التحدي بس تحتى كومنسجمي محالنا وكومنسجم محال للوزير الفرنجي وقتها هو باجتماعات بكركيا رفض أنه يكون النزول إلى مجلس النواب إجبارة يعني ما فيك تجبريني أنا حق سياسي هذا حق ديمقراطي حق سياسي ما في شي بيجبرني أن أنزل كيف أنا بدي أجبر النواب يكونوا محصولين بخيارين ما بقدر إذا كومنسجم محالي هون بدي يكون مثل هون ما بقدر وشيك نحن عرضناها ما تحفظنا نحن عرضنا الموضوع طب كلام الجنرال عم بذكر 14 أدار واضح كلامكم واضح رح يصير يعني قريبة أيار وراء الباب رح يصير في سنة في فراغ بالرئاسة البلد ماشي يعني بين السطور وبين الألغام وتمم سلام عم بيجرب قدمة فيه يدير الدفة بين المشروع 23 رئيس جمهورية كل وزير عامر حاله كل وزير ما تحفظه رئيس جمهورية أقوى هل مقدر يعطل رئيس جمهورية ما كان عنده الصلاحيين رئيس جمهورية مرسوم وزي جمعتين بيمشي هلأ ما كان عنده الصلاحيين صح يعني هيدا يمكن هيدا يمكن من الأشياء المضيئة بموضوع الفراغ هيدا المضيئة بموضوع الفراغ هيدا ميشي مؤسف يلي بتخلي وزير ينيم مرسوم بيجاروره هلأ هم سننا عم نحكي على عقلية الوزير وعلى طريق التصرر مش عقلية توسير بس أنه الطائف بيتخطى رئيس بس ما بيتخطى وزير بيعطي صلاحية للوزير بس بالآخر بالآخر أنت هايكسر لهيبة الرئاسة لا لكن ما حدا فيه يكسر لهيبة الرئاسة يعني ما فيه مسكر أصرب عبدة مش مكسورة هيبة الرئاسة رح يصير بعد شوي متحف أصرب عبدة لا ما بيصير متحف أصرب عبدة والرئيس لا حيجي لا حيجي لا حيجي ماروني لا لا بس نحنا يعني أفضل صراحة أفضل أنه أنه المرأ فترة فراغ ولا يكون ولا يكون في عنا ريهان ما فيه شي تبير تنكون وإعين بالداخل الموضوع صار صعب ومسكر مثل ما هو المعطيات الموجودة المعطيات الموجودة تقول أنه القرار لألنا للداخل مش للخارج هاي دي تاريخ ومضى ما بقى نعيده ما بقى واحد كما بيقوله تعلم تعلم من كيسه عظيم كلنا دفعنا التمن ما بقى ناستعدين ندفع التمن مرة تانية نحنا بالنسبة قلنا الفراغ أحسن بكتير من تجربة ست سنين رئيس ضعيف رئيس وسطي نهار معيك نهار ضدك نهار بيقلب على بيقلب على كل المسلمات الوطنية بيكون طرف مع حدا ضد تاني بيجع بيبرمت تاني عند الاول مع رئيس جمهورية عم بيحارب كان ست سنين هدفه يحارب يحارب الزعامات المسيحية أما الزعيم المسيحي الاول يحاربه ويقصمه بالشارع ويقصمه بالمراكز وبالتعينات هذا الموضوع صراحة نحنا ما بقى يعني ما بقى ناخد لبنان لضعف رئيس الجمهورية لضعف خلينا وصلنا لفرق سنة سنة وشهر شهرين إن شاء الله لا يعني ما حدا بيفرض على اللبنانيين القوى اللبنانية تحديدا المسيحية أي تسوية من الخارج بس كمان إذا القوى السياسية ضلت على مواقفها كتلة المستقبل ضلت على موقفها الدكتور جعجع الحوار يمكن يتمدد مدرق قديش بينه بين القواء بين التيار وطن الحرب بدون الوصول لنتيجة للموضوع الأساسي اللي هو مفتاح لكل المشاكل الثانية صح وأيضا أنتوا كنتوا على مواقفكم الكتائب على مواقفهم الجنرال عنا موقفهم بعدين شو نطرين أعجوبة لا مش أعجوبة بالآخر لبنان مش معزول عن محيطه وسط نظام لبنان مش جزيرة عايشي لها واحدة لبنان بيتأثر اللي عب يصير بالمنطقة واللي عب يصير بالمنطقة حاليا شي كتير كبير بالآخر أنت بدك تنطري والمشكلة التي هي أنت بالمقدمة أن لبنان لم يعد أولوية على سلم الأولويات الإكليمية والدولية نحن عمل مرحلة بجدول أعلى وممكن تلاقي مش موجود مش موجود الأولوية بالنسبة للخارج بالنسبة للبنان هؤلاء شغلتين الأمن والحفاظ على الحكومة وإذا تبين بالممارسة مضبوط أمل رئاسة الجمهورية بالنسبة للون مش أولوية لأنه بدأ تجي يعني بتجي بسياق ضمن ضمن تسوية سياسية شاملة بتشمل رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة أي مجلس نويب بدك تتعرفي أي أنون الانتخابية بدك على تركيبة سياسية طويلة عريضة هالفرصة أجتنا أيام الطقف إذا فتتذكري صراحة السلطة السياسية ما قدرت بنية دولة مؤسسات دولة أنون يمكن هلأ يكون عندنا فرصة فرصة وفرصة ذهبية من بعد ما الأمور بالإقليم تتطور وتبين وهنا عم بحكي أنا على الاتفاق الإيراني الإيراني الغربي نووي أمريكي هو لحيكون مفتاح لكل المشاكل ولكل الملفات بالمنطقة مش معناه تدغري إذا مدى لحي يجو على لبنان تعود حتى ننتخي برأي الجمهورية لا لبنان هلأ حطينه على سكيم حايدينه تيصير أول شي توقيع هيدا الاتفاق بأي شروط وبأي سقف تنشي بدك تبلش قبل ما توصل على لبنان يمن العراق سوريا كل هيد المنطقة حزب الله بسوريا ورقة حزب الله بلبنان مثلا أمن إسرائيل وعودة نتانياهو لرئاسة الحكومة إذا قدر يشكل حكومة اقتلافية كمان لبنان وين بكل هيدول لبنان موجود بس مثل ما قلتلك مش أولوية هلأ هلأ عم بيمرقوا مرحلة بأكل خسائر ممكن الوضع أكيد الوضع معقد وصعب وخطير لحد هلأ الرئيس الحكومة عم يقدر يمشي بين النقوط مضبوط يعني برهن رئيس الحكومة أن الرجل المناسب بالمكان المناسب بالوقت المناسب ومرحلة ماشية هلأ وكمان بيطمنيك أكتر أنه في غطى دول لبنان وفي مظلة أمنية حامية لبنان بآخر بآخر صفقة السلاح وصلت لجيش اللبناني من الأمريكاني من الأمريكاني هون بتشوفي هون بتشوفي أنه صار شيء تحول يعني أنت وقتها بتبعت أنت سلاح سلاح مدفعية بهالكمية وبتبعت أنت ملايين من الطلاقات وآلاف من القذائف هاي شو معناتها معناتها بتعرف أنت أول معركة صارت بقاب مع الأسف معنات في زخيرة عند الجيش اللبناني يعني وحتى في في عسكر استشهد طاسته كلها مصدية وما في دروع يعني أنا عندي خلفية شوية عسكري بعرفها القلم يعني اللي بعشوه بس بالآخر في تحول في تحول أكيد بعدين هلأ كنا عم نقرأ اليوم كنا عم نقرأ أنه كما يجيين هلأ طيارات من المخزون الأمريكي من الأردن ست طيارات لسلاح سلاح الفرنسي عم بيقوله سلاح الطياران عم بيقوله الفرنسيين صاروا كذا مرة مأجلين يعني بعتقد بعوموا لبنان الأمريكيين الفرنسوية بعضهم عم بيأجل هلأ قالوا أنه بأول جمعة هايتاني مرة بيتحدد موعد أول مرة تحدد موعد بس للتسكير تكون عارف الرأي العام مزبوط ما بيكون في شي منه هايتاني مرة بيتحدد موعد ما طريد تشوف قديش جده ومع الأسف عسكريك عم بيقاطل كل يوم عم بيستشهد كل يوم من تسألين الفرنسيين فتحوا أبوي بالهجرة مسيحيين بالشرق يعني ما هادي كمين الخطورة يعني هادي الخطورة أنا بدل ما أجي أحمي المسيحيين وشوف أقضي على الخطر اللي عب يقضي عليهم لا بيجي بهربوا وقولوا أنت عموا لعندي على الفرنسي هايدا الخطر هايدا تاريخ تفلخ الكنيسة الكاتوليكية المدللة فهلأ أسلاح بالآخر أنا كمين بدعي أنه نحن نأخذ سلاح من كل دول العالم بس سلاح إسرائيل طب السلاح الإيراني ليه ما بيأخذوا أنا إنه شو هو إذا برأيك صرفيته إسلاح الروسي ليه ما بيأخذوا النووي مناخد إسلاح من إيران ومن روسيا إنه مش مفروض مش المنطق بيقول لك يعني هلأ في كتاخدين أخي عندك قوى بالداخل بترفض لأنه كل كل مجموعة باستثناء طبعا يعني بعض القوى مرتبطة بمحور يعني هل المحور اللبناني المرتبط بالمحور الخليجي رح يقبل أنه المحور اللبناني المرتبط بالمحور الفارسي يفوتوا صلاح لزيش منهم ستنادى خليني تمنك بكر وقتا يمضى لح يمضى الاتفاق وقتا بيجي وقت أمضاء الاتفاق ولح يمضوا الاتفاق حاصل حاصل يعني هلأ تأخر شوية بس الاتفاق حاصل بتشوفي أصلا تجلياته على الأرض بكذا محل بالإكليم يعني إذا بديك بفوت بتفاصيلهم بعدين بس وقتا يمضى هذا الاتفاق صدقيني صدقيني هالسقف العالي عابت سماعي كله بيوتا كتير كله بيوتا كتير فيني طملك هلأ التجليات الاتفاق أول شي عندك وقتا بتشوفي أنت الجنرال قاسم سليماني بتكريد شو معنيتها وقتا بتشوفي أنت الإيراني ركض ضغري أول منسلح الأكراد بكوباني شو معنيتها وقتا أنت بتشوفي الحوسيين الحوسيين فتحوا حوار مع السعودية مع المملكة العربية السعودية مضبوط أما لا وقتا أنت بتشوفي أنه هالإنجزات اللي عم بيعملها للجيش العربي السوري كمان هيد من تجليل الاتفاق أنه فيه ضو أخضر بمحل معين وتصريح الوزير كاري هاي شو معنيتها وقتا حتى تقرير حتى تقرير الـ CIA الأخير أنه محافظة على المؤسسات الموجودة بالدولة السورية شو المؤسسة ولكن ربما ليس رأس النظام وهيدا شي حتى من بعد من التصريح الوزير الكاري إيجا صار في توضيح من واشنطن أنه لن يكون هو جزء من مفاوضات السلام أبشار الأسد ستنا دخليني خليك شغلة خيرا نحن معلش نحكي بالعين المجلدة أو بسذاجة يعني القراءة السازجة للأمور كما هي لا هي الأمور هيني ما بدك تقريها بين السطور بس أنت بدك تقريها بوضوح بدون بدون حسابات مسبقة وبدون وبدون ضغينة وبدون كره قديم عيش فيك بدك تقريها بكل اللي عم بيصير هلأ ما فيك تقريه هلأ وانت بعدك فاتح كتاب 2005 2006 ما فيك تغير الوضع تغير الوضع بالإقليم تغير الوضع بالداخل تغير الوضع الدولي كله بدك تقري هلأ بدك تقري بمعطيات اللي موجودة برأيك في حدا بعد عم بيقرأ بكتاب 2005 ما قبل لما تصير الأزمة بسوريا شفنا كيف صار فتح الطريق الشام من بيروت للشام هلأتا صار يرجع صار فيه استقبالات واللقاءات مش بات سوني هلأ من هلأ من فوت بالتفاصيل بس خليني ارجع لك قصة النظام ما فيش ندى اسمه نظام في اشي اسمه الدولة السورية هللي بيرأسه رئيس عنده حكومة عنده مجلس شعب عنده مؤسسات عنده جيش وعنده شعب ما فيش اسمه نظام وعنده صار مقاومة حزب الله عنده محور مقاومة مش مقاومة محور مقاومة مزبوط أم لا محور ممتد من بيروت لبغداد لليمن محور مقاومة أكيد بس ما فيك تقولي أنت وقت تتعاطي مع الشأن السوري تحكي مش حضرتك يعني يتعاطي مع النظام كأنه الرئيس الأساد هو بيختصر كل شي لا ما بيختصر كل شي هو جزء جزء من تركيبة من تركيبة الدولة على الأساس أنا بقلك أنه في تحول تجاه الدولة السورية مش تحول تجاه الرئيس الأسد بعدين وقت أنت بتقولي وطب يطلع الاتحاد وطب يطلع الأمم المتحدة أما الديمستورة بالأخص بيقلك نحنا الحل السياسي بوجود الأسد شو معناتها وبالحوار شو معناتها أما يوقت بقلك هو جزء عفوا هو جزء من الحل هو الحل بعدين مش جديد الرئيس الأسد من أربع سنين إلى هلأ شو كان عم بيقول أنا حربي مع الإرهاب أنا عم حير بالإرهاب أنا ولا في ثورة ولا في طلبات الثورة بلشت سلمية يمكن طريقة اللي تم قمعة طريقة اللي تم قمعة وقدت إلى ما قدت إليه وأكيد في مين ما نلاعب على هالوتر لحسابات تصفيت حسابات مع النظام السوري وفاتت دول تصفيت حسابات أنت دمرت بلد دمرت اقتصاد دمرت سقافة دمرت هوية بس عملوا حساباتهم غلط بس وين فرق باللبناء وين فرق بسورية أنه ضل الشعب ورا دولته ضل الشعب ورا جيش وضل جيش وقف على إجراء عنده والانتخابات أصلا انتخابات الرئاسية أثبتت أنه الشعب السوري بده الرئيس الأسد الجيش العربي السوري وقتى أنت بتكوني أربع سنين ندى معلش رفتحنا مش عملية ديمقراطية مثل أي بلد معلش بالمنطقة العربية يعني يلي بده ينتخي بده يروح على سوريا لا ماليه يعني هيدا يعني هيدا ما قولي تتسعين بالمئة مثل يمصدوه محسين كنا جيب تسعين بالمئة كنا يقولوا أنه أنه مزورة والعالم عبر تروح عبر تروح عبر تروح إجبارة بالقوة عبر يخدمون طب هلأ جيب ستين خمس ستين بالمئة كمان فيها تزوير طب يسألك سؤال لا أكيد ما فيها تزوير بس ما عندهم خيار آخر إذا بدهم يرعب لهم أنا بدي أقرأ سياسة بكل سهولة ما هيك أنا اللي صار انتخابات بالسفارة السورية أنت شفت الأعداد النزلت على أنا راح تغطيت أنا بني سألك سؤال طيب هل يطور بعضوا السوري قوي بلبنان يخدهم يخدهم بإيديهم ويجبرون ينتخبوا الرئيس الأسد طب إذا هل أدي قوي السوري بلبنان بس جويني على السؤال هل أنتك أنت على الأرض بس اللي ما انتخب اللي ما انتخب ضلوا بيمطرحوا يعني ما تحرك سأبلك أنا بس أنت شفت الأعداد اللي راحت صح صح ما في مفر أنه مقصوم الشارع السوري ويمكن عم ترجع تترجح لكفة النظام بس هذا لا يلغي الدول السورية الدول السورية طيب يعني هذا بعده لأ هلأ بالرقة يعني الرقة خارج عن سلطة الدولة من سنة بعده لأ هلأ الدولة السورية بتدفع معاشية لموظفين صح يعني هالشي نحنا اختبرنا وقتها احنا غطينا قضية مخطفيه أعزاز بأعزاز كان فيه جزء من المجموعة اللي عم بيديره مجموعة أبو إبراهيم بعضهم هن عم بياخدوا رواتبهم من الدولة السورية أكتر من هيك أنا بطلع على التطوص والليدقية يا عمي بتشوفي بتشوفي مشاريع تسفيت على الطرقات كأنه بلد عيش ما في حر تسفيت عادي تستردات عم يزفتوا ونحن عنا هون الطرقات بيجورة وجورة جورة إذا هل قد هالدولة قوية إذا هل قد شعبة معا ليش عنا بعد مليون ونص نازح ليه ما بيرجعوا ليه ما بيرجعوا هو الرئيس الأسد من الأول نحنا مستعدين نستقبل الناس حين يرجعوا على بلادهم ونسوي لهم أوضاعهم إنه بالآخر الدولة اللي بتسوي أوضاع مسلح وانت حابتتابع على الأخبار كل يوم في تسوي أوضاع لهم مسلحين مسكوا سليح وحاربوا الدولة كيف يعني تسوي أوضاع بتحاكموا أو شو بيتنظف سجله بيتنظف سجله هني عندهم عندهم إجراءات أماني مطلع ليا بالآخر بيسلم سليحوا للدولة وعبيرجع منهم عبيتشكل لجيان شعبية عبيتحارب حتى الجياش السوري بالآخر كمان في كتير عالم انغشت في كتير عالم ضللوا وقت وعيت العالم وراقت وشايفت شو عم بيصير 82 دولة متكتلة متكتلة على سوريا من بعد كلام كارية من بعد يعني بعض الدول اللي صارت تمشي وراء أمريكا برأيك رح تكون هيدا المسار مش عم تمشي صار فيه سباق هلا هو هو شو عامل الوزير كارية عبتك بدون يتسابق أو مين بدون ياخد مسلا كونترياتي عمره بلش السفقات مثل ما عملوا بالنفط الليبي انه بالآخر انت وقتها بيكون آخر تقديرات انه سوريا فيها دمار بقيمة 300 مليار دولار انه بالآخر اكيد في محل العالم كله بدأت تركض على سوريا هلأ هون صارت بقى شغل في الدولة السورية سوريا لازم تكون هي فدال للروسية للي وقفوا معها سوريا روسيا وإيران والصين وكل ما والهند وجزء من لبنان نحنا نحنا كمحور وقفنا حد الدولة السورية عن اقتناء عن أناعة ولا نفكر تجارة نحن ويهون في مصير مشترك نحن ويهون في عدو كان عندنا عدو وحد كان عندنا عدو وحد كل عمره مرتاح الرئيس الأسن من أربع سنين مرتاح لأن بيعرف شعبه بيعرف جيشه بيعرف وضعه وبيعرف أمتى اخر تواصل صار بينه بين الوزير سلايمان فرنجي صراحة بدأت ما باعر أكيد انه عطلوا اقتصال وسألوا السؤال للأستاذ مارسيل غان وتكمعوا على الحلقة الخميسة قبله وقالوا أنا اتصال عطول مع الرئيس الأسن أكيد أنا ما بعرف الأوقات يعني بس أكيد اتصال وما نقطع الاتصال وحتى الرئيس الأسن كل عمره كان هو يطمننا ما نحن نطمنه يعني احنا بتعرفي بمراحل بتخافي شوية لأنك بعيدي شوية هو كان كتير متطمن لأنه بيعرف شو عنده وبيعرف مين عم بيحارب وبيعرف المخطط اللي مرسم له إذا كنا عم نحكي عن موضوع أنه كيف عم بتبين على الأرض وتتجلى التداعيات الإيجابية أو الإنعكاسات الإيجابية لتحضير مرحل صح لتحضير مرحل ما للوصول تتواج به توقيع الاتفاق النووي الإيراني حكينا عن كل المنطقة حكينا عن الحصيين الحوار بينهم بين السعوديين عيراق سوريا وكله بس لبنان لبنان بالآخر بده يتأثر يعني إذا كانت لبنان بيتأثر أنه أي توقيع الاتفاق النووي الإيراني وكل هذه الإنعكاسات الإيجابية تأتي بالعماد مشالعون رئيس الجمهورية بالآخر عماد مشالعون موجود بمحور ذهب إلى الانتصار تماقلك انتصر حتى تكون متواضع ذهب إلى الانتصار لكن ليس بحيث إذا نحن محور انتصرنا لنستقوى على شريكنا على شريكنا بالبلد لا أكيد لا بلشت حديث وقلت لك أنه نحن مصيرنا الحوار قدرنا الحوار نعيشين سواء نكمل سواء وفي عيش مشترك ونحن مإمنين بالعيش المشترك وإمنين بالشراكة بالشراكة ونحن كفري مش رح نستقوى ولا بالإيراني ولا بالروسي ونستقوى بحدا مش نقدر نفرض حالنا على السحة السياسية نحن موجودين موجودين بقوتنا هل فقط بانتخاب رئيس الجمهورية قوي يمثل مثل العماد ميشيل عون يحل مشكلة المسيحيين في السلطة السياسية أنا مرة سألت الوزير سليمين فرنجي يمكن بمؤتمر صحافي إذا كان خائف على الوجود المسيحي قال هو خايف عن نفوذ مش الوجود لأنه بالسلطة منه مثل يعني مع حفظ مع كل الاحترام مثل الطائفة الشعية مثل الطائفة السنية مثل الطائفة الدرزية يعني الطائفة الدرزية اللي هي أقلية المسيحيين اللي يعتبروا من الأكتريات بالبلد عندها أكتر بما يمكن المسيحيين بيحصروا والكل إخدينهم ملتزمين المسيحيين كل واحد عنده يعني اسمحي لي بكل تواضع بكل الكتل هنيك على الأصبع حتى تيتها على الجرح واللي عامل المسيحيين مسيحيين ما عم يميزوا بين الوجود المسيحي والحضور المسيحي وجود مسيحي ما حد يهددنا بوجودنا أوكي منقطع منقطع بخطات منقطع منقطع بالمشرق العربي بس نحن موجودين من ألف سنين ووجهنا غزوات ووجهنا مجازر ووجهنا المجاعة وما أحد يقدر شلنا من أرضنا نحن سيبتين بأرضنا موجودين بأرضنا الحضور المسيحي مزبوط في خوف على الحضور المسيحي النفوذ يعني المشارك بالسلطة يعني حضورك بالإدارات حضورك بالدولة بالوزارات هذه بدايتها بتبلش هي كمان سلسلة مش إنه إذا جبنا يعني في مسئولية على المسيحيين كمانا أنه يكونوا حاضرين أكتر بالدولة الليبنية وبعتي كمثل وقتا بيطلبوا للتطويع إن كان بالجيش أم بالأمن العام أم بالدلال وتأخذين يعني بقدم ألف ألف مسلم بقدم مئة مسيحة وقت المجلس المسيحة بعت فيه بالبلد فيه لا الهجرة الهجرة يعني يعني السنة يهجر والدرزة يهجر والمسيحة يهجر أن الوضع الاقتصادي صعب على المسيحة وليس صعب على البيئة المسيحة بيضيع بخلافات القيادات المسيحية والكنيسة اللي نوعا ما مش حريصة هالقد أن تركه دورا أبناء وقتا يكون المسيحة بيضطر يهجر لأن أقصات المدارس الكاتوليكية بتاكله بالغلى وبدو يقصة أقصات الجامعة وما بيقدر يسكن ويعيش أكيد أكيد في مسؤولية على الكنيسة بس بالآخر بالآخر بدك تعالج المشكلة ما في تعالجية ضغري فرد مرة هيك بيبكج بتبلش برئيس قوي رئيس قوي بيقدر يفتح لك بتساعته فيك تفرضي وجودك بالدولة الليبنينية بتروي على قانون انتخاب عادل تقدر تنتخبئ أنت أنت نوابك والتصار عندك أنت هالحضور النيابي بمثل مظبوط ما حدا بيجيب لك نوابك وما حدا بيقرر عنك صار عندك أنت وجود بهالمجلس نواب اللي هو مطبخ كل الأوانين ومطبخ كل التشريعات صارت فتة على الخط المظبوط لاشا وهذا بيرد السئة عطيك مثل هو شو المشكلة إنه السئة سئة المسيحة معنى شي سئة المسيحة بدولته طب أنا وقتا بيجيب لرأيه الجمهورية قوي وبقدر أملله قانون انتخاب عادل يعني أنا بقدر طلع النية بالمسيحة اللي أنا بدي مش اللي بيفرضو علي وقتا بيقدر كون أنا موجود بحكومة مع وزارات وزنة وقتا بيكون أنا بالإدارة بالإدارة العامة عندي 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 مدريات لو أنا موجود وفاعل مضبوط وقتا أنا كمسيحة بدي أرجع أؤمن بلبنان برجع بفوت على الأسلاك العسكرية وين وزراء كون كتكتل بها الحكومة بتذكر مرة سألت حدا من كمان زمل يعني حليف كون بس ما بتذكر الضيف بس حدا يتمي يا تيار وطني حر أو حدا تاني حدا بعتلي إنه في صار تعيين بوزارة الأشغال موظف طلع تقاعد ما هو ما هو أعلى المسيحيين بقاعدة 6 و 6 تمكرر بالبلاد تم تعيين تالتي تم تعيين بعدق التالتي التالتي ما في مبلغ يا تالتي يا تانية ما متذكر ما هي بس 6 تمكرر على الفئة الأولى على الفئة الأولى بس في مطرح في مطرح في مطرح مخصص لقلون تاخذ إنه بالعرف لقلون صح تاخذ لحدا من المذهب تاني الوزراء ممكن كانوا ملتهيين مثلا بشو بالحكومة مش بشي بس إنه بالآخر أنت في مرات بتقدري توصل للمرات بتقدري تحق أي مرات ما فيك بس ما شو معناتها إنه اختصرنا إنه هده نعتبره تقصير من الوزراء المسيحيين بقصوص وفي هير محلت كمانا وفي محلتين إحنا عم نقدر نعين وعم نقدر نحط كمانا مسيحية بالدولة يعني مش هيدا هو المعيار كيف تتشجع البقاء أي طائف من الطواقف إذا فيه تخلى من قبل طالما التركيبة هيك ليش ما تخبه وراء أصباعنا بها الحكومة ندى بعتقد البلد كله عبيعيش فترة استثنائية وفترة صعبة يعني حتى يعني حتى التعينات عم بتكون تمرير تعيين معين أوكي بتصير إنه إيه لأنه أنت بالآخر مش أولوياتك هيدا في حدا بعتلي كمان عن موضوع الحوض الرابع وأنا أكثر حدا تبعته بمرفق بين وتعملتوا لجنبي بكركي اتجمد الردم بانتظار إنه الرئيس السلام يقرر شو بده يعمل بس إنه السؤال عايشين هني بقلق وبخطر اللجنة شو عملت له هلأ تتوصلت لأمور لشي حاسم يحفظ رزق هيدول العائلات يعني هيدا هو يعني من نيم الأشياء بس ما في جندية بالتعاطي ما بتتأخذ الأمور على عاتق أي لجنة أو أي وزير أو أي مرجع سياسي بالبلد والأمور بتجعب تتمرق وصار في محاولة للردم لو ما رجعوا طبعو أصحاب الشيحنات تتحركوا بس ما في حال نهائي ما في حدا عم بيضرب إيدو على الطاولة يحافظ على هالوجود بالبلد لا بالآخر أنت موضوع مثل حوض الرابع ما فيك تجي تفرضي فرض لأن في وجهتين نظر بالموضوع هلأ تألفت اللجنة وتحت رعاية المطران صياح وتحت رعاية البطرة هلأ الموضوع إذا لاحظت آخر فترة ما عيد بالتداول الإعلامي وطلع من الطريق استلموا اللواء إبراهيم عباس عباس إبراهيم عفوا عباس إبراهيم فخلينا نشوف واللواء عباس إبراهيم سيأخذ بعين الاعتبار هواجز الكل سيأخذ هواجز أصحاب الشاحنان هواجز اللجنة المؤقتة تبع المرفق وهواجز البطرق خلينا نمطل ونشوف لأين يوصل بالآخر سيوصلوا لحل وما حدا يعني ما حدا يخوف يخوف المسيحي إنه مهددين بوجودهم بالمرفق وإذا ردمه بس إذا تنزل لتحت يلي عم يشتغلوا تحت مش بس مسيحيين بس ما بقى هو طلعت ليش أخذتها الطابع المسيحي لأنه سبعين بالمئة من أصحاب الشاحنات من الطائف المسيحيين بس عندك كمانة بس مش بس أصحاب الشاحنات في عندك اللي بيحملوا بضائع في عندك المخلصين المعاملات في عندك مظبوط مثل السؤال كيف بدك تشجع وجودنا بالبلد وكأنه الشخص اللي يسأل المسيحي ما بعرف ليش بدك من عيبة لا أبدا بس أنه لماذا نعتبره لماذا بدك تحسسه أنت مسيحي ما لازم تسأل أنت لازم تتهم الطائفية إذا تدفع عن حقوق أكو عوجود ما لازم تأخذ الموضوع أنه في تهديد للوجود المسيحي موضوع موضوع فيه إشكالية فيه إشكالية إشكالية مش جديدة هلأ من ميلة اللجنة المؤقتة أنه لي بدك تكون لجنة مؤقتة أنا معهم ليش ما بتكون لجنة معينة معينة مزبوطة من مجموعة الوزراء صح في سلطة رقابة علي السلطة رقابة سابقة وليحقة نحنا معها أكيد مع أنه هالأموال اللي عبتوش باو هي كميات كبيرة أنه بالآخر الدولة بتأخذ 25% منهم بس لي نحنا مع هذا الموضوع أكيد شو الجدل الاقتصادي كمان الآخر تسأل ما حدا فهمين شو الجدل الاقتصادي الناس اللي عا تشتغل تحت بالمرفق فهمين وعمل دراسات بس حتى وفي دراسات ملمشت لأنه في دراسات مقابلة بس الدراسات المقابلة ما بتقلك عن البدائل بوقت اللي هي البدائل مقنعة أكتر وحتى يعني اللي كان قبل مدير مرفق بيقلك أنه ما لازم ينردم حوض مثل هذا الحوض يمكن هوجه تنظر ويمكن كمان يمكن الأفضل أنه ما ترد تروح يسوب توسع الكورلة بره أكتر في أملك للبلدية يعني في مساحات كتير مهدورة ما بيكلف كتير يعني إذا بديك تستملك أما شيء أراضي عاكل حال نحن ما نتوقف مع أول فاصل الأعلاني طولنا عليه ونرجع منتابع حوارنا وأنا يعني قد ما بقدر عم بنقل الأسئلة اللي عم تجيني على واتساب أو فيسبوك أو تويتر خليكن معنا منتابع حلقتنا بمحورة التانية مع القيادة بطيار المرضى الاستيش شاكيب خوري ولكن قبل بدنا نروح على مجلس الوزراء عند زميلنا مارون نصيف نشوف كيف الأجواء يعني بعضهم هيك حبين بعضهم ثلاث ساعات الجلسة كل شي خلافة برات السراي رح يفلوا مثل ما اجوا يعني الوزراء تفضل مارون نعم ندا بالفعل كما قلت هي جلسة هادئة بامتياز هذا ما قاله جميع الوزراء قبل دخولهم إلى هذه الجلسة جدوى الأعمال هذه الجلسة هو جدوى الأعمال عادي مؤلف من 51 بندا هي بنود عادية بغالبيتها الساحقة منها ما هو جديد ومنها ما هو مؤجل من الجلسات السابقة أبرز هذه البنود البند المتعلق بالأساتذة المتعقدين مع وزارة التربية هذا الموضوع الذي اتخذ حيزا كبيرا من النقاش في الجلسات السابقة وطلب وزير التربية ليصبح صعب بتأجيله سيطرح اليوم على جدوى الأعمال هذه الجلسة أيضا جريمة بتدعي ستحال على المجلس العدلي وهذا ما أكده وزير الداخلية والبلديات نهد المشنوق قبل دخوله إلى هذه الجلسة نعم كما قلت وكما ذكرت الاتفاق الذي سبق واتفق عليه داخل مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس الحكومة تمام سلام على أن تكون الجلسات لا تتخطأ الجلسات الثلاث ساعات لا يزال ساري المفعول في هذه الجلسة أيضا حتى لو لم يتم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال وهذا ما أكده الوزراء أيضا قبل دخولهم إلى هذه الجلسة إذن الجلسة لن تطول لن تشهد سجالات خلافية وسجالية بين الوزراء ومن المتوقع أن تنتهي عند الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف في أقصى حد على هامش هذه الجلسة وعلى هامش جدول الأعمال كانت هناك رسالة سياسية لوزير العدل أشرف ريفي قبل دخوله إلى الجلسة إذ قال للصحفيين الموجودين هنا في السراء الحكومي أوجه التحية إلى الرئيس فؤاد السنيور وإلى المجلس الوطني في قوى 14 أدار وأقول للرئيس سعد الحرير نحن معكم في الحوارات التي تقومون بها لتأمين استقرار البلد وذلك بعد السجال الذي قام خلال الأيام القليلة الماضية بين حزب الله وبين قوى 14 أدار على خلفية خطاب البيال في ذكرى 14 أدار وعلى خلفية الردود التي نتجت عنه كل ذلك تزامنا مع الحوار الذي القائم بين طيار المستقبل وحزب الله والذي عقد جلسة منه مساء أمس في عين التيني ندا شكرا لك مارون طبعا أي شي جديد بيورد من عندك من مجلس الوزراء من تابعه معك هون السجال يعني اللي كاد يطير يمكن الحوار بين كتلة بين طيار المستقبل وحزب الله وموضوع المجلس الوطني والكلام الناري بالبيال بخصوص الحوار بين حزب الله وطيار المستقبل اتبعنا مبارح نحن مجرى الحوار والبيان اللي طلع عنه البيان بيطمن لشك وقت طيار المستقبل بيأكد ويرجع بيأكد أنه الخيار الحوار هو خيار استراتيجي خلاص أنت وانت عم تتعاطي مع الأصيل يعني وانت بكون السيد نادر الحريري موجود أصدق يعني الرئيس سعد الحريري هو الأصيل يعني بالآخر أنت بتاخدي هلأ الصوات النشيز اللي عم تجرب اللي عم تجرب تخربط هذا الحوار واللي ماشي جديد عليها يعني والرئيس فؤاد السينيوري لكن بالأول موكل هو التحضير لبناء هذا الحوار مع الرئيس بره ونتذكر كلنا تصريحه ويقول أنه الحوار غير مجدي ولا نوصل إلى أي نتيجة شو مصرحة اليوم الرئيس سعد الحريري أنه نجح الحوار ويبعد الصكور في تيار المستقبل عنه خاصة الرئيس فؤاد السينيوري اللي بتميز بمواقفه بتميز بمواقفه يعني هذا التقنيص على الحوار ما بعث لين بيوادي صراحة وهالتطرف باللغة ما بعث لين بتوصل طبعا جربته سنين و سنين هالهجومات والتخوين والعنصرية لين وصلت كان وصل البلد على شفير الهاوية طب هلأ رجعنا قعدنا على الطاولة وانا برأي هذا الموضوع موضوع بيعكس بيعكس اتفاق أكليمي ما انه جلوس حزب الله وطيار المستقبل على الطاولة وحده وهني موجودين أصلا بمجلس وزراء يعني فيه فيه تواصل مجلس وزراء وتواصل على طاولة الحوار وبالآخر فيه عندك عندك احتئان سني شيعي موجود بالمنطقة عم بيجربوا يحيدوا لبنين عن هذا الموضوع عن هذا البركين هلأ الرئيس فؤاد السانيورا هو بعض وجوء صغير يحوالي يمكن يمكن بيجو حواري ما بيعود قلون دور بيجو طوافق ما بيعود عندهم ادت فاليو كيف رئيس السانيورا هو رئيس الكتلة ويعني هذا بيرسم يعني بزيت يعني منسج مزبوط مزبوط هذا بيرسم الرئيس سعد الحريري نحن عم نتعاطم على الرئيس سعد الحريري ونحن عنا كلنا سئة بالرئيس سعد الحريري انه هو بده الحوار وبده التواصل مع حزب الله واتفقوا انه الملفات الخليفية تنحط على جنب بيجي وقت بكرة بيكون الجو غير متشنس جو إيجابي أكتر بنحكى فيها مش انه موضيع مسكرة حاليا حطوها على جنب بسيش هالهجوم يعني عليهم وليش على المجلس الوطني انه قلهم 14 قدار مثلا ينظموا صفوفهم بلا بلا بنظفوا صفوفهم بس بالمشكلة يعني بخصوص المجلس الوطني الوطني ليه كذا عشكم مجزعجنا بالعكس مجزعجنا انا نحن زالين على الشباب بس احنا مزعجنا بالآخر انت عبتنتقلي من هيكل عظمي لهايكل عظمي تاني صراحة يعني كيف فيك تختصر نص الشعب اللبناني بهذا التوصيح لا منع بيختصر انا عب بيختصر قيادات معينة الشعب اللبناني صار غير محل صدقيني الشعب اللبناني جمهورهم صار غير محل جمهورهم ما بقى أبضون جد كل الجمهور يمكن صار غير محل وقت انت وقت انت امكن الجمهور المسيحي بـ 14 قدار انت كمين بقلك بجعب عدلك انت صحفية ميدانية على الحدود الشرقية يمكن طلعت انت شي مرة وشفت المسيحي المسيحي شو همه 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 احتفال لبيال همه همه الدكتور فيرس عاد يتلعي نظر عليه بعد نفكر بعضهم عايشين احنا بحقبة 2005 2006 2007 بهالحقل بعضهم عايشين تابدتوا شو عملتولهم للمسيحيين انا اكتر من مرة طلعت على سلسل شاركي وجلنا بالجرود وكيف المسيحيين منهم لحالهم من كل الأحزاب مش ناطرين أحزاب مع بعضهم عم بيأمنوا حماية قراءهم بتنسي مع الجيش اللبناني شو عملتولهم والمكومة في مكان ما والمكومة في مكان ما او المسيحيين بـ 14 قدر كله السياسيين لا انا انا بمحور شايف الأمور وين رايحة انا بمحور شايف الإرهاب انه فيت على لبنان انا بمحور ما هيجم الجيش اللبناني بمحطات معين ندا انا ما تهجمت على جيش اللبناني انا ما كان عندي نواب بحل بـ 8 قدر تهجم مع قائد الجيش تهجم مع موضي المخابرات انا ما عندي انا ما عندي حدا بـ 8 قدر ولا نيب ولا وزير سمى سمى مسلحي ارهبي داعش والنصرة بمسلحين بمقاتلين مثلا ما هو هم ارهبيين انا ما جيد حطيت الشروط على الجيش اللبناني طلعي نحنا تصريح من ميلتنا نحنا اول من نحنا اول من انذر انه في قاعدة بلبنان ايام الوزير فيز غسل والوزير الفرنجية عادة مرة ومرة ومرة نحنا اول من من نبه انه انتبهوا موضوع النزحين السوريين هالامبلي موقوطة وبيطلع الوزير الفرنجية بيقول اي عمي اذا في عندنا مليون ونص اذا طلع منهم خمسين الف مسلح خمس تلية مسلح شو بتعملوا فيكنتو دبطون بس ما انتو انت لاقب من موقع كرون بس بيعندك كان عندك مع النزام مع الرئيس شو ساعته بحل ملف النازحين شو ساعته باتخاذ اقرارات بتشيل هالامبلي الموقوطة بالبلد على على موضوع النازحين انتو بناء انا على عائدكن الجيدة جدا مع النزام وعلى رأس النزام لحقلك شغلي اول شي نحنا اول من تساءل علنا انو ليه انا النازح نازح اذلب ونازح الرقة ونازح درعة ونازح حلب بدو جي لعندي والوزير رشيد دربيس كمان حكي عنه اول من حط هالنقطة شو تلعوا تهمونا بلعون سورية وانتو عا بتساعدوا الرئيس اسد بقتل شعب وانتو انتو انتو ونحنا اول من دعاينا يعني هايدي المخيمات خليها تتنظم كانت اربع على مخيمات ومخيمات عرسيل تجي تحكي مخيمات عرسيل قولوا لك لأ ما في حدا اربع لك تب هلأ اهالي عرسيل من جمعة عملوا تظاهرة ضد المخيمات اللي موجودة عندهم مضبوط اما لا وقتا نحنا جينا قلنا واكتر من هايك وقتا نحنا نميدي على التنسيق مع الجيش العربي السوري نحنا لا شو عميدي على التنسيق معه عشان يجي يعمل حويز ببيروت يعني نرجع جيش سوري على لبنان اما حتى نحمي نحنا السلسل الشرقية في جيش عندك موجود فوق بالتنسيق الكامل مع المقاومة العجب وعجب ومعجب وحتى في تنسيق مع الاهلي في عندك جيش من تاني مال فيه مسلحين على حدودك بين كماشتان بين الدولة اللبنانية وبين الدولة السورية وكل المعابر الرسمية هي بيد الدولة السورية انت بتعرفي حضرتك طب انا ليش ما بنسق مع جيش العربي السوري شو هتا كيبر ليه هيدا خطأ عدم التنسيق بالعربي هيك دمشاب رح بيقولوا عفونا على التعبير هيدا خطأ استراتيجي يرتكب بحق الامن اللبناني عدم التنسيق وانا هوني صراحة بوجه رسيري بكل ما حبي لقائد الجيش قائد الجيش ريمد اواجهه صديق وحليف وحبيب اذا انت يا قائد الجيش هلا اذا بتقول صديق وحليف هلا بيرجرب تطلع لك ناس بيقولوا يا حوى الجيش اللبناني هو جيش حزب الله ليش بديكون جيش حزب الله لازم يتحيّد الجيش طلله على جرب عم تقول صديق وحليف وحبيب عرفت ما نحنا أصلا ما نحنا أصلا نحطين الجيش بالنص بالمعادلة الذهبية المقاومة من المال والشعب من تاني مال ها بنسبة لنا معادلة ذهبية وكمان اشاء من شاء وابا من أبا وتكرست بعدة محلات هلا انا قائد الجيش مفروض يعمل تقرير ويطلع فيه على السلطة السياسية ما يقولوا ان انا السلطة السياسية مرد خليه ينس انت مسؤول عن الميدان انت مسؤول عن العسكر ونحنا وعننا كل شيء بالعماد قهواجي عمول تقرير وشوف اذا حاجة اما لا التنسيق مع الجيش السوري ايه او لا يعني عم العالم كله راجع ينسق مع الجيش السوري لمحاربة الالهير ونحنا بعضنا سياسة النائب النفس هالسياسة السيئة اللي مفوضتنا قل بمشاكل طيب ما صحبه راح تروح معه بس الجيش شو بيقدر يعمل على قائد الجيش يحط السلطة السياسية ادام مسؤوليتها يحط الحكومة ادام مسؤوليتها أعلنا بس كتير اخذ على القيادة ع قيادة الجيش موضوع انه كمان حساباتها السياسية هذا حكي السياسي كتير اخذ بموضوع وروبة دقري بشكل مباشر برئاسة الجمهورية هذا حكي السياسي بالاخر انه بنتظل وممبدأ انه كل قائد الجيش صار مرشح طبيعي للرئاسة الجمهورية هذا حكي سياسي ما في معطية ملموسة يعني ما في معطية ملموسة انه بالاخر انا بدي اطلع بالعماد قهواجي وبالجيش كجيش ما بدي اطلع فيه كقائد جيش عم يفكر بالرئاسة انا عم بتعطي معه حاليا كقائد جيش كمؤسسة عسكرية كمؤسسة عسكرية عنده مهمات وعنده صعوبات يعني انتوا رايحين للتمديد لقالهم رايحين توافقوا عرار تمديد يلي استند لقاله وزير الدفاع بناء لقانون الدفاع ستكررون هذا الامر هيدا الشيء بيعرضه جنرال عون خليني قلت قبل ما نروع التمديد نحنا مع التعين وعاكل حال بعد فيه لشهر ايلول ليش عم نستبق الأمور أولا ليش عم نحرق مراحل تاني من هلالوقت ما بتعرفي شو بيصير بالمنطقة بلبناني يمكن الأمور كلها تقلب تجي تسوية شو الخطأ هلأ اذا فيه ضباط وكوادر والجيش اللبناني من العنصر يلي على الحاجز ووصوله لأعلى رتبة هيدا كله جيش بيلحم الحي بيقاتل بيعقيته وعنفوين اللي بيخليه هو يحسم أوقات مش السلاح الزخيرة اللي بتكون أصلا منا موجودة معه ليش ما بينعطها مثلها بيقول بمنطقة جنرال عون انه تكسر المعنويات وفيه تراتبية وفيه سقف معين للعمر يطلعوا للتقاعد وهايك شو موقفكم كيف حسبتكم هاي بالسياسة بس لأنه لازم نمدد أو نعين أو نخلي الأشخاص ذاتها لأنه بيوضع استثنائي مثل قصة الانتخابات النيابية اللي كان فيها تصير نحنا لا ما كان فيها تصير وقتا أنت بيكون عندك مكون أساسي بالبلد ما بودوا يعمل انتخابات هو مكون السنة ما فيك ترعى انتخابات مكون أساسي الامن كان فيها تصير كانوا أهل جنوب يقطعوا الشريط ويجوا ينتقوا بس نديق مين عطت تقرير على الوضع الأمن مين؟ ما هو وزير الداخلية؟ مين مسؤول عن عملية انتخابية؟ أنا في أتحام المسؤوليته كوزير سقافي بالحكومة في وزير داخلية مسؤول عن سير العملية الانتخابية حتى برم على الكيادات السياسية وقال لهم فيه خطر لإجراء الانتخابات في لبنان أنا مجبور بالآخر أنا فيه سلطة هي مسؤولة فيه وزارة مسؤولة عن إجراء الانتخابات هو بيقول لي ما بتسير عنده تقارير عنده تقارير أجنبية وقصت التمديد ندا نحنا ما عم نتعطى معها من ربح وخسارة وحسابات سياسية أنا تقول لك نحنا مع التعين وخديها كمان مني هون من عندك على البلاتو نحنا مع التعين لعميد شامل روكس قائد للجيش مش لأنه صهر الجنيرال مش لأنه صهر مش لأنه صهر مش لهم أبدا ما فيك تلقي تاريخ أول شي بالتراتبية عنده عنده الأولوية تاني شي انت عاب تجيب شخص وأنا ما بعرفه شخصيا لعميد روكس مثل هالشعب بشوفه وقته بشوفه على التليفزيون بتحسي الشي تحرك فيك وقته بشوفه ماشي بيحرك فيك قصص بيعطيك ثقة بتحسي الجيش اللبناني يعني بتحسي شي كثير حلو وقته بيكون موجود بشكل الثالث أنت عاب تجيبي شخص من الأرض عاب تجيبي شخص عنده تاريخ مشرف عاب تجيبي شخص عايش مع العسكر عاب تجيبي زابط ولا مرة شفناه بإحتفال وأنا مرة شفناه تعطى بالسياسي بعده زابط عيش مع عسكره بعدين افتحي الفيسبوك افتحي الواتساب يعني يعني العالم مجرد ما تشوفها الأجمع عليه ما رح يوصل مجرد ما تشوفها الأجمع عليه يعني ما رح يخلوه لا ان شاء الله ان شاء الله بعد في وقت يعني بالآخر أنا بليك نحنا مع العميد شامل روكس يعمل كأجان بس إذا بتوصل إنت بالآخر أنا موافقة على العميد روكس وأنا على راس السطح بس كمان ما في كمان حدا بمجلس وزراء بده يقبل بتعيين العميد شامل روكس بتيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بده ينحكى معه ليش عنده طيار المستقبل مثلا هل سئله شو عنده ضد شامل روكس أو غيره من الضباط والعمدة أنا ما بعرف شو حسباته أو كمان بالسياسي أنا ما بعرف أنا شو حسباته لتيار المستقبل تجاه تعيين العميد شامل روكس صراحة ما بعرف فهل هو يمكن عبد يرضي حدا من حلفائه ما نوع على ذات الموجه هو العميد روكس ما بعرف صراحة بس نحن مع وصوله لك إيه تجاه ستب إذا ما قدرنا وصلنا للعميد روكس شو من عمل لا صراحة بين الفراغ وهون تفسدك شو الفراغ بالموضوع بين الفراغ والتمديد للعماد قهواجي لا التمديد للعماد قهواجي بالآخر نحن عمممدد لشخص لك حليف وقريب مننا نحن عمممدد لشخص نحن عخلاف كبير نحنوية مثل ما عملنا مع العماد ميشيل سليمين لو العماد ميشيل سليمين كان الرئيس سليمين لو كان بعضه بخطنا وبعضه بجونا السياسي أكيد كنا نمددن له تمدد لغيره يعني ما في مشكلة بس صار غير محل الموضوع فشاناك ما عدنا اشتغلنا نمدد لأ وحرابنا انه ما يتمدد للرئيس سليمين هلأ بالآخر مثل ما هي هذا مركز مسيحي نحن مش لحنضحي فيه كطيار مرادة وكوزير سليمين فرنجي ضحي فيه حدا يستلم هذا المركز بالقنابة بالعربي اللي مش برا ممنوعة أصدق القائد الأركان يا قائد الأركان مسكمين قائد الأركان راي على التقاعد عندك رئيس الأركان رئيس الأركان وبدأ عندك مجلس وبعدين الضابط أعلى رضبة نحن مش لحنقبال نضحب بمركز ماروني مسيحي رئيس سعد الحريري أو رئيس دبيه بري أو أي حدا خصوصا أنت عاب تحكي أنت عاب تحكي على أنت عاب تحكي على مؤسسة بعدها يمكن الوحيدة الوحيدة الطائفية الوحيدة اللي بيجمع حولها كل البنينين والمسيحي والمسيحي وقت تتوصل للطباقة السياسية كل الزعمة الطواقف والأحساب بدون يحطوا إيدهم فيها ممكن إذا رئيس الأركان مثلا رحل التقاعد وبدو يتعين غيره حدا بيقدر يقول كلمة فصل غير النائب وريد جنبلاط أكيد لا هذا من مساوئ النظام عايشينه بلبنان مع الأسر فإذا من المأخذ على القيادات المسيحية بالدرجة قوله بكل موضوع من الجيش في مسؤولية وصولا للحوض الرابع في مسؤولية وصولا للكازينو وصولا لكل الملفات للمستشفيات للموظف فئة رابعة للموظف الفئة الأولى في مسؤولية على الكل أكيد على المسيحيين بالدرجة بالأخر ندى أنه أنا بالأخر إذا الشريكي بالوطن مش مقتنع فيه كشريك في مشكلة إذا ما بدي يخذلي هواسي بين الاعتبار في مشكلة لا هذا الشيء كتير خطير يعني واحد يقول أنه إذا الشريكي بالوطن مش مقتنع فيه كشريك يعني مشبحك وحطي تطول يده عليك من الأيام الطائف وخلص أنت ضعيف منك قوي أنا موجود بس بالأخر أنا مثل ما بتقبله بتقبله شريك أساسي وشريك كامل متكامل معي كمين بديوا تقبلني شريك كامل متكامل معي جو رح يكون دور حلافائكم بموضوع التعينات بأيات الجيش وين إن كان حركة أمل أو حزب الله عم بيقولوا نحنا خلف الجنرال عون وجنرال عون بيقول كل شيء بموضوع الرئاسي يا أنا بالرئاسة بالرئاسة بالأصد بتعينات الأمنية بتعينات الأمنية بعد ما صار في حديث إن كان الجيش عشان قوة أمن إن كان أي مطرح كل حدا عنده يعني اعتبارات معينة يعني هيدا الشيء المؤسف إن المؤسسة العسكرية يمكن يلي بتجمع اللبنانيين بالآخر يمكن بالنسبة لهم هي موجودة وبالنسبة لهم يمكن بيبينفضوا إيدهم من السياسيين بس هكي إنه إذا بيدوا ينشغل فيها بتخرب ما هيك؟ لا لا ما في خوف ولا على إيات الجيش ولا على المؤسسة العسكرية ما في خوف إن شاء الله خير عكل حال ما توقف مع تاني فاصل أعلاني طولنا كتير علينا نرجع لمحورنا الأخير من حلقتنا اليوم خليكم معنا من تابع حلقتنا بالمحور الأخير بالدقائق الباقية لقلنا من هيدا الحوار مع القيادة بتيار المرضى الأستاذ شاكيب خوري اليوم كيف علاقتكم مع الجنرال عون كلام الرئيس الوزير الفرنجية ليك الرئيس إن شاء الله بيكون رئيس يعني وكل حدا بيستيحى ليكون رئيس إن شاء الله كلام الوزير الفرنجية مع زميلنا مارسل بيوحي وكأنه في مشكلة مع الجنرال ميشيل عون وكمان فيه كتير تردد بيه الكواليس والصالونات السياسية إنه فعلا فيه مشكلة بيكون وبين العماد عون جزء منه موضوع الجيش وأمور أخرى العلاقة بالرئاسة وغير الرئاسة ومقاربة بعض الملفين خلينيك شغلي نحن حلف العماد ميشيل عون نحن نسك بالعماد ميشيل عون نحن حلفنا سابت مع العماد ميشيل عون بخصوص الرئاسة قلتلك ياهو نحن وراء للآخر هلأ إدارة المعركة هو عم يدير أن نحن مش عم نتدخل بالآخر نحن نتطفق مع العماد ميشيل عون بالسوابة الوطنية بالسوابة الكبرى منلتق نحنوية بالستراتيجية بشو بتختلفه لحقلك بالآخر اللي عماد ميشيل عون هو بخطنا السياسة بيجونا السياسة بيحلفنا السياسة نحن ويه هلأ هو بالخط كونه تيار وطني حر نحن كونه مردة مثل ما قلتلك نحن حزبين عنده كل واحد عنده هويته كل واحد عنده كل واحد عنده كياداته كل واحد عنده طريق التفكير وطريق التعاطي نحن بالأمور استراتيجية خليها تكون واضحة بالأمور استراتيجية نطفك نطفك كامل كامل اتفاق كانت تحكي على الوجود المسيحي على الدور المسيحي على أي رأي جمهورية بدنا أي أنون انتخابات بدنا على العلاقة على نظرتنا المقاومة والأسلحة المقاومة نظرتنا العلاقة مع سوريا هذا ولوضع المسيحيين بالماشرع العربي هذا كلها سوابت نحن والجنرال ما اتفقين عليها ما في لزوم يعني نرجع نشدد عليها هلأ بالآخر ما قلتلك ونحن حزبين أنه فيك أنت تختلف على مواضيع سياسية يومية في ملفات نحن منشوفها بتنضار بهالطريقة الجنرال يعني مثل أنه مثل قبل التمديد لمجلس النواب نحن مددنا الجنرال ما مدد ضلت عليه أكتير منيحة مانا إخدت الدنيا نحن عنا رأي معين عنا كراءة معينة بالآخر ما في حدا يجبرنا شو خلاف المستجد هلأ موضوع التمديد لمجلس النواب حتى قصة اللي حكينا فيها قبل التعيين الأمنية نحن مع التعيين مش مع التمديد نحن مع التعيين وإذا بيكون بكل تمديد نحن من أنزل ووزيرنا بالحكومة سيصوت لعميد شيم روكس إذا كان فيه توفق على العميد شيم الروكس رجل بلس نحنا كراءتنا بين التمديد وبين الفراغ نحن مع التمديد هاي دي شغلة الشغلة التانية نحن يمكن ملاحظات عنا ملاحظات على إدارة المعركة على إدارة الحوارات العمقوبية وهذا حقنا الطبيعي حوار مع الكويت اللبنانية شو الملاحظات نحن قل لك أنه بالآخر خليني أقول لك بلش لك بالقابل حوار تيار الوطني حر المستقبل نحن كنا شايفين من الأول أنه مش لحوص المحل هذه واحدة بس أقل وقرب بين اثنين بصل فيها العدائية ونشد عقيده للجنرال العون وقلت لك بسيئة حديثنا تواصل أساسي وحتى العلاقة الشخصية كتير مهمة بتوصل لأمور كتير مهمة وثالث شيء التطمين مهم والتنفيذ الشارع كتير مهم والتقارب كتير مهم لكن ليس معناتها بدي تكوني مستنسخة يعني كل واحد عن التاني لماذا تقالب من كنا جنرال العون تكونوا copy paste لا بس أنه جو جو بين كتب مرات عن نية أم عن حسن نية عن حسن نية أم عن سوء نية وكأنه إذا نحن اختلفنا مع الجنرال بملف معي نصار في خلاف كبير بين ميشيل عون وإسلامي وفرنجي لا لا التحالف أقوى أقوى من هيك بكتير مثل ما قلت لي نحن الأمور استراتيجية بتهمنا نحن بالأساس كتيار مرادة نحن والعماد عون شايفيناه على التواصل تام ومتفقين على كيف تشوفوا أنه ممكن يكون الحوار بيندار هلأ الحوار بين التواصل الوطني الحر والقوات اللبنانية نحن لدينا كراءة للموضوع أنه مش معناتها إذا الجنرال ونحن نصك بمضمون الجنرال لا شك وداخل الجنرال مش معناتها أنه مش معناتها اللي بوجك عبيعاملك بزيت الصدق اللي أنت عبيت عامليه فيه وزيت حسن النية هذا نحن كراءتنا للموضوع الشغلة الثانية بالنسبة لنا نحن على أقل أنه اللي بيجيب رئيس جمهورية بالوقت الحالي هو مش اللي عم تحاوره في يجيبك رئيس جمهورية بس رئيس جمهورية كمان مش معنات إذا أنت حوارت دكتور جعجع بس الهن العون ما قال أنه عم بيحاور من أجل رئاسة جمهورية من أجل الجمهورية بس أي جمهورية بالظرف الاستثنائي بس بدأت تتكلل بشو بدأت تتكلل بشو الحوار مع القوات إذا ما وصل أنه دكتور جعجع يسمى العماد مش اللي عون رئيس جمهورية وبعدين بس برأيك ما كان عارف سلاف الجنرال عون أنه دكتور جعجع ما رح يوصل لهذه النتيجة ما كان بالجو كان مقتنع أنه دكتور جعجع ليش بني أنا على شو عنده معطيات وبلغوا الوزير فرنجي أنه أنا نحن كراءتنا الموضوع أنه مش لح يسميك للرئاسة مش حوار أفضل من لا حوار أكيد ويكمل بالحوار أكيد لمرحلة معينة بس إنه بالآخر اللي بيجيب رئيس جمهورية إذا نحن عم نحكي للغاية هي معادلة سياسية كراءة سياسية ووضع إقليمي معين بيجيب رئيس جمهورية وهيدي هي فيها تجيب العماد مشي العون كتب زميل جون هذي هي فيها تجيب العماد مشي العون رئيس جمهورية حتى بالسابق جنرال عون بيعتبر أنه رئيس الجمهورية بيصنعوا لبنان وليس الخارج وقته كان الجنرال عون بحقبة 80 وكان قائد جيش يمكن بالتاريخ اللبناني من 43 إلى هلأ المرحلة الوحيدة اللي كان رئيس جمهورية منتج لبناني أصيل هو الرئيس سلامين فرنجي الله يرحمه ما فيه كانت الوحيدة والباقي كله الوحيد إجا بقرار داخلي صافة والباقي كله كان فيها دخولة ويمكن العملية الديمقراطية الواضحة الوحيدة يمكن بيتاريخ كميل شامعون فؤاد شهاب اليسر كيس إجوا بقرار كل هدول كانت عبدالولا وكانت محاور ما فيه قير بس سلامين فرنجي الله رئيس سلامين فرنجي الله ورجع للتاريخ وبتعرف اشو عب يحكيه بشير الجميل إجا بقرار خارجي كل المسيحيين كانوا بدهم بشير الجميل بشير الجميل إجا بقرار إسرائيلي ايه أكيد إجا هالعام الرئيس جميل كل مقاومة بشير الجميل اختصرت بهايك بخاص مقاومة بشير جميل أنا أعبلك الرئيس بشير الجميل إجا بقرار إسرائيلي أكيد ما فينا نزور التاريخ ما فينا كمينا نروح تاريخ عبدا واضحة كميل شامعون قرار خارجي جابه بالخصة فيه دور لا عندك الإنجليز كانوا موجودين بالمنطقة كان فيه قرار فيه محاول هل الإنجليز مثل دور السوريين مثلا وقتا كانوا بربنين لا وليس الهريوي أكيد رئيس الهريوي كان السوري له دور كتير كبير وما جاء أكيد والعماد إيميل الحوت كمان كان فيه دور للسوري دور في تسمية فيه قرار كان فيه اتفاق دولي كان فيه اتفاق دولي والرئيس رفيق الحريري عامل رئيس حكومي لا لا ما نختلف بالدعية بالعكس والرئيس رفيق الحريري كيف عامل رئيس حكومي كم من بقرار سوري سعودي عامل رئيس حكومي مش سر يعني أكيد هلأ كل حقبة كل حقبة الطائف النووي والوزراء ومجلس النيابي ورئاس الجمهورية كل حقبة الطائف نحن المسيحيين ما تسألنا عنها نحن ما قالنا على قفيا يا نفي يا حبس كمسيحيين كمسيحيين وأكيد نحن بالسلطة أن نحن نمثل على الأرض بس قبلتوا باتخابات 92 يالي كانوا كل المسيحيين براتهم واتباين أنه كانت غلطة استراتيجية عملوها المسيحيين وندموا عليها و96 فائدوا كلهم من بعد شو على الدولة والوقتها الحبل على الجرار المسيحي برات المعادلة بس يعني بس حفظاً لتاريخ المرحومين والشهداء من رؤسة الجمهورية أعتقد هني يمكن رؤسة هايدي كل أيام إن شاء الله بيرجع مثلهم الله يرحم الكل طب هيدا الحوار اللي اليوم نحنا هم تقدموا نصايح فيه للجنرال عون برأيك قدي بتعطوه بعد وقت يقتنع بالنسبة لكم الجنرال عون أو بلا شيء يقتنع أو بلا شيء يستمع لألكم أو لا هل بنتلك أنا المعركة هو ديران هذا هو هو بيقرر ونحنا وراه صراحة يعني هو بيقرر أنه يمكن يوصل لما حال يقول هذا الموضوع ما بيع وصل لنتيجة يمكن ما بعرف كالقرار عنده يعني طب في سؤالك بيترحاله لأنه هو قرر يفتح الحوار مع القوة هو قرر يفتح الحوار مع المستقبل هو بيقرر ينهي يخفف له من اندفاعته بركي لأنه تحت عنوان حضرتك قلت ببداية الحوار أنه جنرال عون هو كمرشح توافوي بركي هيدا الحوارات لأنه عم تجمع اللبناني عم تجمع القوى السياسية أطلو يعني بدل ما يكون فيه واصع بعضهم التصريحات نارية وخلافاته بتترجم بالشارع أنه شباب بيخطوا بعضهم والجمعات عم يضربوا بعضهم والزعمة عادي ببيوتهم عم يدفع على تمن الشعب لا نحن مع الحوار نحن مع الحوار خيار استراتيجي الحوار خيار استراتيجي هلأ بيكون فيه مطب بيت مرات بيخف مرات بيسرع حسب عم تطلعوا على ما يجري في هذا الحوار يعني جنرال عون بيخبر الوزير الفرنجي كتنسيق بالعلاقات كتنسيق بالحوار لا بالعلاقة حلفة بين بعضهم تلفلوا العم دعون للوزير الفرنجي وقالوا مروا إعليه مرأ عليه وحطوا بالجوة مم وقتا بيكون عنده شي جنرال يخبروا للوزير الفرنجي بيتلفلوا بيقولوا بنا نقعد بتصير قدام صحيح اللي بيتردد أنه بالنسبة للوزير الفرنجي أصبح الأمور يعني فات قوينا مع الجنرال عون وأنه خلاص استنفذت حظوظه لموضوع رئاسة الجمهورية نقلا عن الوزير الفرنجي مش نقلا ما يتردد فيه الشارع وفيه الكواليس السياسية بناءا على اللي عم بيصير نحنا أكتلك نحنا معه لهو يقرر شهر شهران سنة سنتان ثلاثة أبدا ونحنا لحد هلأ الوزير الفرنجي غير مرشح يعني مش أنه ناطر نحنا غير مرشحين نحنا ورا نحنا ورا العماد عون لا حتى هو يقرر أنه خلاص أنا بالنسبة له ما بقني مرشح لرؤسة الجمهورية وهون ساعتها بتنتقلت على مرحلة جديدة مرحلة أخرى إلا غير حسبات يعني وأكيد بتنطلقي من المبدأ أنه الوزير الفرنجي هو المرشح الطبيعي لثمانية أدار يعني بس المرشح الطبيعي بس أكيد مش رح يكون عنده الحصوص ما تنسى صرفي عندنا كتلة جديدة اليوم يعني عندك 14 أدار عندك أحزاب طبعا المسيحية الأساسية ب14 أدار عندك اللقاء التشاورة اللي بيرأسوا الرئيس سلايمان فرنجية سلايمان عفواً مشيل سلايمان ما هذه الزلمتي الزلمتي اثنان ظلمتي الرئيس فرنجية وظلمتي Yoga الزلمتي الرئيس الفرنجية هذا المارض الكبير بشخص مثل الرئيس فرنجية وحملتي أكتر من تقوله للرئيس ميشيل سليمان شبهتي بالرئيس فنجي من وقت ما كان الرئيس ميشيل سليمان رئيس وهلأ هلأ بطل رئيس وانتوا بعد تكون عندكم ذات الخطاب ضده بطل رئيس للجمهورية هو مش مقتنع بقى هو مش مقتنع أنه رئيس مش حقه يعمل أي لقاء أو أي تجمع سياسي حتى نرجع لقصة لقاء التشاوري نحن بيرأي أنه هيدا مثل ما بيقولوا لعب له بالوقت الضايع ما في رئيس جمهورية بعضه بيسموه الرئيس يعني بعضه هو بالوجهة ما في رئيس جمهورية نهارا بنتخبه رئيس جمهورية يعني خالص ما بعود في شي اسمه رئيس ميشيل سليمان هلأ إلا إذا خلينا نقول لقاء التشاوري إذا مضبوط عندهم الجرأة السياسية المجتمعين يعملوا كتلة وسطية يكملوا للآخر عظيم يعني ساعتها عندك 14 أدار عندك 8 أدار وعندك الوسطية وعندك وسطية وليد جملات المشكلة بوسطية وليد جملات معنى جميئاتي وسطفضي بكله أنه الكلمة تنع بوسطيته الكلمة تنع فيها هلأ اللقاء التشاوري إن شاء الله يقدروا يقدر يعمل كتلة ووزنة وسطية ويفوت بالحقيقة السياسية بس يعني أنا برأي برأينا أنه اللقاء التشاوري هو رسالة للحلفة أكتر من 8 أدار ليش؟ رسالة لقلهم أكتر مننا أنه بالآخر بالآخر هي موجهة جهة سعر الحريري وجود الكتائب فيها أنه القوات ما بيختصروا اللقاء اللبنانية ما بيختصروا مسيحين 14 أدار ما بحيطه ألفا بيرجعجع أنه القوات بيختصروا مسيحين 14 أدار حلأ التصرف بقى أنه كمرشح وحيد وإذا بنا نحكي أرقام على الأرض عندك تيار الوطن الحر يتقدم وعندك القوات اللبنانية كمان تتقدم كله بنسبة متفاوتة أرقام شو؟ أرقام التمثيل لا أكيد هلأ التيار الوطني الحر هو بالمرتبة الأولى برجى بعد عندك أحصاءات تعطيك 2% بالنقص لكن أنا مش عاب بحكي كأرقام عاب بحكي أنه كقيادات كوجود كوجود وكتصرفات الدكتور جعجع وكأنه يختصر مسيحية 14 أدار أنك بطريقة كيف ترشح وما رجع لحدا وكيف مكمل بترشيحه وكأنه يختصر مسيحية 14 أدار فرأي أنا لقاء التشاوري هو رسالي أكثر لـ 14 أدار من لـ 8 أدار ومرجع بقولك لقاء التشاوري وقته ينتخب رئيس جمهورية جديد لاحيكون من الماضي إذن تتخب رئيس جمهورية جديد إذن لعسا ينتخب إذا الله راض لعسا ينتخب نحن حلقتنا خلصت لهون بس أنا بدي هيكي لفتني شغلة بس بحب أذكر أن أنا شغلت فترة على موضوع رئاسة الجمهورية بتذكر كيف كان كامل الأصعب ما كان يعني يغيب عن مجلس النووي بتصار في انتخاب وتحديدا بتذكر جلسة انتخاب بشير الجميل لأنه بس يعني هيكي بس يعني انصافا للتاريخ مشكل حدا أنه دقري أنه بس الإسرائيلي جيب ولأ فيه كمانا كان شعب لبناني ومسيحي نزلي هالليل وبدو بشير الجميل لأنه بديه خلص من موضوع السوري في عندها معلاش كاميل شمعون يلي عمل دولة وكان رجل قليلي رجل دولة مثل ما كتب المخرج مبسوط مني بيكفي فؤاد شهاب اللي مأسس الدولة عمل المؤسسات يعني الحرام ظلما لتاريخهم واحتراما طبعا لتاريخ رئيس سلمان فرنجي تجيب رئيس جمهورية رئيس فرنجي كان وحيد ما كان فيه محور كان صديق سوريا الأول ولا تزالوا تحافظون على هذه العلاقة وهي كان دور السوري بوقتها بالسبعين ما كان فيه دور سوريا بالسبعين ما كان دولة إكليمية بس ما كان فيه محور تانية أقل كان فيه محور المصري العراق كان فيه محور الإنجليزي بس مين واجهه وقتها اتفاق 68 عكل حال نحن انتهت حلقتنا لهون أنا بشكر متابعتكم لألتنا بشكر حضورك اليوم معنا بكير لهذه الحلقة أساس شكيب خورة القيادة بيتيار المرضى وطبعا بيكون عنا لقاءات أخرى مع حضرتك وانا أزاء الله راد برجع بلاقيكم مشاهدينا لأحد المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة